فيلمنا بيبدأ مع طفل بيفوق من حدثة عربية وبيلاقي والدته جنبه ميتة وبتبدأ القصة مع جوردن اللي بتفوق بتلاقي نفسها في مكان ظلمة تماما وبتفضل تسرخ ويا بتستنجد بقى اي حد وبتبقى خايفة جدا ومتوترة وبتفضل تكلم نفسها عشان تقلل من توترها وفجأة بيظهر شخص تاني فبتتخض جوردن منه جدا وبتفتكر ان السبب في خطفها وبتسأله ليه مردش عليها وهي بتنادي فبيعرفها الشخص بنفسه وبيقولها ان اسمه جرينت وانه لسه صحي دلوقتي يقولها نفسه في مكان غريب وبيقولها اول ما سمع صوتها فدل ماشي وراه لحد ما وصل لها وبيقولها انه مش عارف وجهنا ازاي وان اخر حاجة فاكرها هو انه كان في البيت وبتفرج على التلفزيون وبيقولها انه هيدور في المكان على اي مخرج وفجأة بتسمع جوردن صوت بنت تانية وبتفضل ماشي ورا الصوت لحد ما بتوصل لها وبيكون اسمها انا وبيبقى في شخص نام جنبها وما بيفوقش فبتكشف عليه جوردن وبتطمنها وبتقولها انه بس تعبان وفجأة بيظهر شخص رابع وبيعرفهم بنفسه وبيكون اسمه اليكس وبيسألهم هم فين وبيرجع جوردن وبتبقى البنتين خايفين منه جدا وبيبقوا متوقعين انه هو اللي خطفهم لانه الوحيد اللي هادي وسليم وبتبقى انا عايزة تضربه بالطوب فبيحاول جوردن يهديهم وبيقولهم انه خايف زيهم لكنهم مش هستفيدوا حاجة لما يتخلقوا مع بعض وفجأة بيفوق الشخص اللي كان نام على الارض وبيبقى بينزف من مناخيره ومضروب بقوة وبيبقى خايف جدا وبيسألهم هم مين فبيقولون انه محدش هنا عارف هو فينا او جيز زي وبيسألوا له هو مريض لانه بينزف من مناخيره فبيحكي لهم انه فاق ولقى ان في راجل بيجره في الارض وبيخليه ركب عربية نقل وبيضربه كتر من مرة عشان يغم عليه تاني وبيقولوا انه فاكر كمان انه داخل اكتر من نفق سري وبعدها فاق لقى نفسه في المكان ده وبيكون اسمه لوك وبسبب خوفه بيهجم على جوردن لكن جوردن بيقدر يمسكه وبيقولهم كلهم انهم يهدوا وانهم يقعدوا عشان يقدروا يفكروا والخوف ما يسيطرش عليهم وبيسيب جوردن ايد لوك وبيقولهم انهم لازم ينفصلوا عشان يدوروا على مخرج فبيسألوا لوك عن مين اللي عينه يكون القائد بتاعهم فبيقولوا جرينت انه بيقترح خطة واللي عايز يعملها يعملها فبيتفرقوا كلهم وبيحاولوا يستكشفوا المكان وفي مكان تاني بيظهر شخص المشغل موسيقى على الجرامافون وقدامه كاميراة مرعبة بتظهر في المجموعة المحبوسة في الكاف وبيبقى الشخص ده كأنه بيكتب بحثة ودراسة عنهم وبيقول فيه ان في اليوم الاول والمدة خمس ساعات كانت المجموعة حاسة بعدم الامان والخوف لكن لسه عندهم امل في الخروج وفي تاني يوم بتانهار انا وبتفضل تسرخ ويبتقول انها عايزة تخرج من هنا وفجأة بيفتح الخاطف النور وبيشوف الخمسة بعد الاول مرة وبيلوه نفسهم في مكان مبني من الصخور وبيشوفوا ساعة فقيم شكلها غريب وبتبقى مكونة من 30 عقرب وبعدها بيشوفوا مخرج المكان اللي هم فيه وبيخرجوا منه وبيلوه قوضة تانية لها باب مقفول فبيحاولوا يفتحوهما بيسرخوا على الشخص اللي خطفهم بعد ما استنتجوا وجوده وبيفتح الخاطف باب القوضة بجهاز تحكم وبيلوه فيها جراد الميا كتير جدا وبيلوه حمام ومناديل وبيستنتجوا ان الميا ممكن تكفيهم لشهور وده معناه ان الخاطف نوي يحبسهم فترة طويلة وبيرفع راسهم وبيلوه فوقيهم غطى وكأنهم محبوسين في بير صناعي لكن الغطى بيكون على مسافة عالية جدا من الارض ومستحيل يوصلوله وبيكون لوك عايز يخسل وشه وإيده اللي مليانين دم بالميا فبيوقفوا جرانيت وبيحاول يمنعه لكن لوك بيكون مصمم وبيتخاني معه وبيقولوا انهم كده كده هيموتوا فبتترجق أنا وجوردن ان الميا هي فرصتهم الوحيدة في النجال حد ما يكتشفوا طريقة يهربوا بيها فبيوافق جرانيت وبيهدى وبيرجعوا للقوضة اللي كانوا فيها وبيناموا وبتسحى جوردن وبتلاقي ان جرانيت بيحاول يحفر في الحيطة من خلال كبات ألومونيوم وبيشوفوا أليكس وبيقولوا انه مستحيل يقدر يحفر باستخدام الكبات دي بس فبيقولوا جرانيت ان الموضوع هياخد وقت لكنه مش مستحيل وبيقولهم انه هيعتمد على الانشققات الصخرية ولما بتتوجد في مبنى بيكون مصير الهدم وبيخمن عمر المكان اللي هم فيه وبيقولوا انه غالبا 20 سنة وده معنى انه قديم ويتهدم بسرعة في حالة انه عمل تشققات فيه وبعدها بتيجي الجوردن فكرة وبتخمن انه اكيد فيه سبب مشترك عشان الخاطف يحبسهم هم الخامسة في مكان واحد وبتكتشف ان كلهم متهمين في قضاء قتل معادة هي وآلكس وبتعرف ان كل واحد فيهم عايش وحيد من فترة طويلة وما عندوش أهل او صحاب مقربين ممكن يسألوا عليه وبيخمنوا ان ده سبب في حبسهم سوا وبيبقى آلكس متوتر ومزعور طول الوقت وبيفضل يقولوا انه ما عملش حاجة وانه ما قتلش حد وانه موجود بالغلط وبيكون الخاطف مرقبهم بالكاميرا وبيعمل زوم على وش آلكس وهو مبتسم كأنه عارف انه بيجدب وبعد 17 يوم بتروح جوردن عشان تشرب وبتلاقي سكينة صغيرة جدا على واحد من الجرادل فبتوريها الباقي المجموعة وبيكتشف ان الجوار سيلة وبتفتحها جوردن وبتتصدم لما بتقراه وبتسكت فبيقراها لك وبيكون مكتوب فيها ان جسم الانسان ما يقدرش يقعد اكتر من 30 يوم من غير اكل فبيسألك جوردن عن معنى كلام الخاطف وده لانهم بيكتشفوا انها دكتورة فبتقولهم جوردن ان السكينة اللي هو سعيبها بتستخدم في قطع الجلد والانسجة بسهولة وان الخاطف عايزنا ناكل بعض فبيتصدم الكل وبتكون الفكرة بعيدة كل البعد عن مخايلتهم لكن لوك بيبقى متوتر وبيفضل يلف حولين السكينة وبتسأله انا لو هو عايز يقتل حد فعلا فبيقولها لوك انه عايز يقتل نفسه وبيخطف السكينة بسرعة فبيتخانق جرينت معاه وبيقوله انه زيق من طريقته ووقحته انه مش عايز كتاكتر من كده والمرة الجاية هيقتله فبيهدلوكو بيسمع كلامه وبعد شوية بيسمعوا صوت موسيقى من فوق الارض وبيخمنوا ان في حد بره ممكن يسمعهم فبيفضلوا كلهم ينادوا بقى على صوت وبيكون في شاب وبنت مع بعض جنب البير وفجأة بيسمعوا صوت المجموع من تحت الارض لكن بيلوا الغطى مقفول بالقفل وما بيقدروش يفتحوه وقبل ما يتصلوا بالشرطة بيدرب عليهم الخاطف حقا مخدرة وبيربطهم في العربية بتاعتهم وبيرميها في النهر وبيظهر ساعتها وش الخاطف واللي بيفتكر ليلة حدثت الطفل ووالدته وبنكتشف انه هو نفس الطفل اللي شافه والدته بتموت قدامه وبسبب انه مفيش صوت حصل من الشابين ما بتعرفش المجموع اللي حصل لهم وبيبقوا فاكرين انهم بيطلبوا مساعدة من اي حد وبنرجع بالزمن اللي ورا وبيظهر مشهد لرجال الشرطة اللي بيلاقوا جثة الام الميتة والطفل مش جنبها وبيلاود راعه الام ومشوه تماما ومتاخد منه لحم وبيسأل واحد من الشرطة شرطة تانية لو فيه حيوان ممكن يعمل كده لكنها بتتخض من المنظر وبتقولوا انه مستحيل يكون حيوان وبياخدوا الجثة للمعمل الجنائي وبنرجع للمجموعة اللي بتفقد الامل ان حد ينقذها وبيفضلوا قاعدين في القوضة وبيبقى جرينت بيحاول كل يوم ان يعمل شق في الحيط وأخيرا بيقدر يشيل طوبة من نص الحيطة وبيتساعدوا بقى المجموعة عشان يكسروا بقى الحيطة برجليهم وبتعوى الحيطة أخيرا وبيكونوا مبسوطين جدا وبيلاقوا قدى ورا الحيطة وأول ما بيدخلوها بيلاقوا جسس بشرية وهيكل عظمية وبيصابوا بالإحباط وبتقول لهم أنا ان ده هيبقى حلوم كمان كم يوم وبيبقى جرينت أكتر واحد محبط لأن كان عنده أمل فبتقوله جوردن أنه ما ينفعش يفقد الأمل أبدا وأنهم كلهم محتاجينه وفجأة بتلاقي عنده مشكلة في التنفس وما بيكونش راضي يقولها السبب فبتترجاه جوردن يسق فيها فبيقولها أنه عنده مرض في القلب فبتتصدم جدا وبتقوله أنه أكتر واحد لازم يستريح وما يعملش أي مجهود وبتتوقع أنه هيكون أول واحد يموت وبيعودوا مع بعض وبيحكي لها جرينت عن بنته الصغيرة واللي ما بيكونش يشافها من فترة طويلة وبيقولها أنه نفسه يشوفها ولو لمرة واحدة بس وبتتأثر جوردن جدا وبتقوله أنه بقالها سنين مش بتخرج في الشمس وأنها بتاخد بس الشفتات الليلية لكنها دلوقتي بتتمنى أنها ترجع شغلها وتخرج في ضوء الشمس وتستمتع بيه وبتبقى أنا قاعدة لوحدها في قط المية وبتدور عليها جوردن وبتقعد جنبها وبتحاول تطمينها فبتسألها أنا لو هم فعلاً هيموتوا فبتقولها جوردن أنه ده مش هيحصل فبتترجها أنا تقولها الحقيقة وبتسألها إيه هيحصل لهم بعد 30 يوم من انقطاع الأكل فبتقولها جوردن أنهم في البداية هيفقدوا كل سعراتهم الحرارية والكبد هيفقد قدرته على إفراغ الجلوكوز والمسؤول عن تغذية الدماغ وبسبب أن الدماغ مش متغذي مش هيقدر يقدي وظيفته وهيدخل كل واحد فيهم في حالة اكتئب وهيستيريا ومش هيفكر بشكل سليم وبعدها هتفقد كل أعضاءهم الداخلية الأمل فإنها تشتغل تاني بسبب قلة الغذة وهتوقف وبعد فترة هيقف الدماغ تماما ساعتها مش هينفع أي أكل لأنه ما يموتوا وفي اليوم العشرين بيقرر لوك أنه يتخلى عن قدميته ويقتل جوردن ويأكل من اللحمها هو وبقي المجموعة وبيهجم عليها وهي نايمة وبيحاول جوردن يدفع عنها وبتهجم جوردن على لوك مع جوردن لحد ما بتقدر تاخد منه السكينة وبتهدده بيها فبيشجعها كل إنها تقتله معادة جوردن اللي بيحاول يهديها فبتقرر إنها تربط لوك عشان ما يعملش كده تاني وفي اليوم اللي 22 بيحاول لوك يقنع جوردن إنها تقتل جوردن لأنه كده كده تعبانه هيموت وأنهم يستفيدوا من جسمه أحسن فبيقول لها جوردن إنها عندهم حق لكن جوردن ما بيتوافقش وبتهدد لوك إنها هتقطع رقابته فبيقولها لك إنه مش خايف فبتخوفه جوردن وبتقوله إنه ساعتها مش هيموت على طول لأنه هيفضل خمس ذائق كاملين ينزب فيهم وأنهم هيعدوا عليه كأنهم عمر كامل فبيخاف جرينت منها وبيسكت وفي اليوم اللي 24 بتسمع جوردن صوته هي نايمة فبتقوم بسرعة وبتلاقي أنا بتخبطها على رأسها وبتخليها يغم عليها وبتفوق جوردن على سريخ جرينت اللي بيبقى ألكس وأنا بيحاولوا يقتلوه وبتشوفه جوردن لآخر مرة وهو بيموت وبتبصله في عينه وبيغم عليها وبيبقى الخاطف بيرقبهم هو مبسوط وبيكتف في البحث بتاعه إن المرحلة القولة اكتملت وبتبقى المجموعة تحولت لبشرها ماجيين زي ما هو عايز وبيعمل الخاطف زوم على مشهد أنا وألكس وهم بيأكل لحم جرينت زي الحيوانات وبيصرخ لك إنهم يفكوه عشان يأكل معاهم وبيغم علي جوردن تاني وفي اليوم الخامسة وعشرين بتفوق جوردن وبتلاقي نفسها مربوطة وبيقولها لك إنهم سايبينها عايشة عشان هيقتلوها كمان كم يوم وبتعدل أيام وبيفضل ألكس وأنا ولوك يأكلوا من جسد جرينت يوم بعد يوم وبتاخد جوردن طوبة وبتحاول تفوق بيها إيدها وبتجيلها أنا عشان تديها مية وفجأة بتاخد منه الكوباية وبترميها على الأرض وبتبقى تحوليت لوحش بشري بعد ما حست إنها بتقرر بنفسها مين اللي هيعيش ومين اللي هيموت وفي اليوم السبعة وعشرين بيبقى ألكس بيأكل من جسد جرينت وفجأة بيقولهم إن اللحم البشري بيأسر الروح وإنه بيتحول بعد كام يوم للحم مسموم عشان كده لازم يأكلوا لحم طوزة وبيفضل يقول كلام مش مفهوم وبيحس لوك وأنا إن ألكس تجنن فعلا فبيقول لوك إنهم كمان كام يوم هيأكلوا جوردن وبيقولوا إنه متأكد إن اللحمها أحلى من اللحم جرينت فبيقولوا ألكس إن جوردن بقت ضعيفة وبيبص ناحية أنا فبيدفع عنها لوك وبيقولوا مايفكرش اللحظة أنه يلمسها وبيروح لوك لجوردن وبيحاولوا يفوقها وبيستغل ألكس الفرصة وبيهجم على أنا وبيحاول يأكلها وياحية لكن لوك بيهجم عليه بسرعة وبيقتله وبيأكل لوك مع أنا من اللحم ألكس وفي اليوم الثمانية وعشرين بتفوق جوردن وبتقدر تفوقه قيودها وبتلاقي أنا ولوك نايمين فبتاخد من لوك السكينة في الوقت اللي بيفوقه فيه فبتجري جوردن بسرعة ناحية قط الماية بس لوك بيلحقها وبيحاول يمسكها لكن جوردن بتضربه بالسكينة في عينه وبتفلك منه وبتبقى بتحاول تقفل باب القوضة لكن لوك بيحط إيده فبتقفل جوردن الباب على إيده وبتتكسر وبيشوفها الخاطف اللي بيكون متحمس جداً للشخص الوحيد اللي ما تحاولش الإنسان همجي وبيقفل هو الباب بأداة التحكم اللي معاه وبتفضل جوردن في القوضة بالأيام وهي حالتها بتتدهور وبيعد التلاتين يوم وبتبقى السعلة في الحيطة بعدد الأيام اللي بيقاشوها وبيفرح لوك وأنا جداً مع وصلهم لليوم التلاتين وبيكسر لوك الساعة من فرحته وبيتنطت مع أنا من الفرحة وبيفتكروا إنهم كده هيتحرروا لأنهم كسروا التلاتين يوم لكن بيفضلوا محبوسين برضو وبيوصلوا ليوم التلاتة وتلاتين وبتروح أنا لجوردن وبتعتذر لها عن كل اللي هي عملته وبتقول لها إنها دكتورة وهتتفاهم إنها بس كانت عايزة تعيش وبتترجعها تفتح لها الباب قبل ما لوك يقتلها يا كمان فبتسألها جوردن لو هي الوحدها وبتبص من تحت البيب فبتقول لها أنا إنها الوحدها لكن جوردن بتشوف رجل شخص تاني بتتحرك وبتعرف إنها بتضحك عليها وما بتردش تفتح لها فبتتعصب أنا عليها وبتعاية وبيفضل الخطف يرقبهم وهو مستمتع وهو شايف جوردن اللي بتحاول تتمسك بالحياة من غير ما تفقد إنسانيتها وبعد كاميون بتتكلم جوردن مع نفسها وبتقول إنها عاشت حياة جميلة وإنها مستعدة تموت دلوقتي وبيفضل الخطف بصص لها وبصص لصورها اللي عنده وبيبقى عنده قدار في صور كل واحد فيهم وبيباني إنه كان بيرقبهم وبيبقى لوك وصل لمرحلة الجنهون وبيضرب أنا بشكله يسير وهو بيقولها تبطل تبصله وبيمسك رئابتها لحد ما بيخنقها وبيموتها فبتدخل جوردن من وراه وبتقوله إنه حتى بعد ما قتل أنا فهي لسه بتبصله وقبل ما هيجي معاليا بتتباحه جوردن بالسكينة اللي معيها وبعدها بتبص ناحية الكاميرا وبتواجه كلامها للخطف وبتقوله إنها عارفة ومين وبعدها بتروح ناحية جسها من الجسس وبتشاور للخطف عليها وبتقوله إنها عارفة إنه عايزها تاكل منها وبترمي السكينة على الأرض بقوة وبتقوله إنها مش هتعمل كده حتى لو هتموت وبتقوله إنها مش ضعيفة ونلعبته خلاص خلصت وبتكسر اللامبة وبيتخض الخطف جدا وما بيكونش متوقع إنها ممكن تعمل كده وبتاخد جوردن من دم لوك وبتكتب حاجة على غطى جردل الميا وبتخبيها وبتقعد جنبها وبتيجي للخطف ذكريات مشواشة عن يوم الحادثة مع والدته وبيفتكر لما ما كانش قادر يتحرك بسبب إن رجله اتحشرت في الباب وساعاتها فاضل قاعد فترة طويلة جدا من غير أكل ولا ميا ومن كتر الجوع بيطلع سكينة موجودة في العربية وبيقطع بيها جزء من دراع والدته وبنفهم إنه عمل التجربة على المجموعة دي بإنه كان عايز يقلل إحساسه بالزنب من حقيقة إنه أكل من لحم مامته وبيكون عايز يثبت إن أي شخص مكانه هيقعد نفس المدة اللي قاعدها لوحده من غير أكل هيعمل نفس الموضوع اللي هو عمله وبيبقى مشغل نفس نوع الموسيقى اللي كانت شغالة في العربية وهو بيأكل من لحم والدته وبيبقى متعصب جداً من جوردن اللي بتثبتله عكس اللي عايز يثبته وبعد أيام بيفضل الخاطف مراقب فيها جوردن اللي ما بتتحركش أي حركة بيتوقع إنها ماتت وبيقرر ينزل بنفسه عشان يعرف هيكاتة بتاع الغطة وهناك بيشم ريحة الجسس اللي بتكون قوية جداً وبيمشي بالكشاف بتاعه الحد ما بيوصل لجوردن وبيلاقي السكينة قريبة منها فبيبعد عنها وبيرفع الغطة اللي جوردن كتبت عليه وبيلاقي عبارة بتقول إنها تشوفه كمان شوية وبيظهر إن جوردن أصلاً كانت مستنياة وبيكون في إيديها عظمة وبتتعانوا بيها في قلبه وبتشوف وشه الأول مرة وآخر مرة وبتسيبه يموت وبتخرج جوردن برا القوضة بعد ما وصلت لأقصى مراحل الإرهاق والتعب وبتكون رؤيتها مش واضحة لأي حاجة وبتشوف السلم اللي بيبقى الخاطف نزل بلي الكهف وبتطلع عليه وهي شايفة نور الشمس الأول مرة من 36 يوم وبتخرج أخيراً للأرض وهي في قمة سعادتها ومقدرة كل نعمة هي كانت فيها الفيديو ده كتبته مريم إبراهيم وسجله محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعمله فلو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفلو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفلو صفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الأنيمي والكارتون سلام